شكرا لمعلقنا الكبير كابتن إيهاب رجب ألف مليون مبروك منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد الفوز في افتتاحية بطولة استدادة الدولية لكرة اليد شفنا الحقيقة الشوت الثاني مختلف تماما عن الشوت الأول في هذه المباراة والحمد لله إن منتخبنا الوطني للشباب قدر إنه هو يحسم النتيجة لصالحه والحقيقة كده يعني دايما زي ما كنا بنقول ختموها ميسك ولكن الحقيقة النهاردة يعني بدايتها هي الميسك بالنسبة لمنتخبنا الوطني طبعا في النسخة الأولى من هذه البطولة الهمة جدا اللي طبعا بتنظمها شركة استدادة الوطنية الحقيقة طبعا يعني كابتن فوزي خلينا أبدأ مع حضرتك شوت تاني مختلف تماما أداء مختلف تماما سواء من منتخب مصر أو منتخب رومانيا شوفنا الحقيقة يعني حتى كانت فيه صعوبة في الدقايق الأخيرة كنا قلقانين وإحنا عاديين من نتفرج فكرة إنه إحنا كمان كنا متأخرين ولكن حيقدرنا إنه إحنا نحسم المباراة لصالحنا هي حقيقة دي ده طبع كرة اليد يعني يعني ما تقدريش تقولي إنه فيه فرق كسبت أو بمجرد إنها طلعت 3-4 جوان أو خسرانا 3-4 جوان يبقى خسرت الجين فدي طبيعة لعبة كرة اليد أولا في البداية أهني كابتن طارق محروس والتيم بتاعه والكتيبة بتاعته لكن لازم نقول إنه فيه بعض الملاحظات مهمة جدا كابتن طارق محروس ما أكتر لعبه إلى الدفاع والهجوم المنظم خلال الشوت التاني وخلال الشوت التاني قدر يتفوق صحيح في نهاية المباراة لأن يمكن كان الدفاع كان فيه بعض الأخطاء يمكن لغاية الديئة 12 أو الديئة 13 كانت هناك أخطاء خطيرة في منطقة النص بعد الديئة 12 بدأت تثبت شوية فده اللي خلق الفارق لكن كان في المقاضي الوقتها أنت بتروحي وبتضيعي هجمات هو ده اللي ما كانش عامل التوازن يعني كانت دقة إنهاء الكورة من الحقيقة ما كانش نسبتنا ما كانتش حقيقة كويسة في البداية لغاية يمكن الديئة 20 من الديئة 20 للديئة 30 وده بيديك مدلول أن المستوى اللي يقل بدنية كويس بتاع الفرقة تركيز بتاعهم جيد جايزة تكون فرقة رومانيا كانت بالنسبة لهم مفاجأة اللعيبة كانت إيديها ماشية على الجون الحارس المرمى بتاعهم كانت جيد بشكل مقبول تغيير الحارس بتاعنا ده فرق برضو كمان مع التيم في الشوط واللي بيدل على الكلام ده الأرقام في النهاية احنا الشوط الأولين احنا كنا نعملين حوالي 33 هجمة الشوط ده بقى كام بالزبط 28 هجمة عملنا كم خطأ في الشوط الثاني عملنا أربع أخطاء فإذا قدرنا نوصل للمرمى بتصويب 24 مرة صودنا على المرمى جبنا كام بقى اللي احنا جبناه هو ده الرقم اللي الحقيقة أنا بقول لازم مراجعة شوية من كابتن طارق 13 جول يعني نسبة 54% نسبة دي تسجيل تسجيل أهداف قليلة شوية لازم تعلى أكتر من كده وهو ده يمكن اللي خلى فرقة رومانيا تعلى لأن كانت دقتها في التصويب أعلى شوية وهو ده اللي خلى هو من ربط طيب شوية